خدمة جديدة أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستمكن المرتفقين من إداع الملفات والحصول على رخص السياقة والبطائق الرمادية عبر وكالات بريد بنك وبريد كاش عوض مركز تسجيل السيارات تجنبا للاكتداد والانتظار هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ بالنسبة لرخص السياقة منذ بداية هذا الشهر على أن يشمل لاحقا البطائق الرمادية من طنجة روبرتاج صديق بن زيناء فاضل سعدوني الصورة من مركز تسجيل السيارات بطنجة اكتظاد وضغط وانتظار يرهق المرتفقين كما الموظفين والحال لا يختلف في باقي مراكز تسجيل السيارات خصوصا بالأقطاب الحضرية الكبرى ومن أجل تفادي هذا الوضع تم اعتماد أزيد من 800 وكالة تابعة لبريد بنك وبريد كاش موزع عبر الطراب الوطني لتقديم نفس الخدمات التي تؤديها مراكز تسجيل السيارات سننتقل من 76 مركز تسجيل السيارات موزع على الطراب الوطني ستؤديها 800 وكالة نفس الخدمات التي تؤديها 76 مركز تسجيل السيارات المواطنين بعدما يوضعوا الميل في انتاعهم بهذه الوكالات البريد بنك والبريد كاش يحصلون على وصل إذاع التي تعتبرها تقارسنية وهذا وصل إذاع من المستجدات أنه هو وصل إذاع مؤمن هذه الخدمة الجديدة تسهل المواطن أنه يقديل أغراض دياله من تبديل رخصية في أحسن الظروف من نقاط القرب لموجودة في الحي دياله وهذه العملية هذه المستقبلاً ستشمل بطائق الرمادية من تبديل وتحويل الملكية وكذلك الحصول على نظير الخدمات الجديدة التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية انطلقت في فاتح شتنبر بتبديل وطيقة رخصة الصياقة من خلال إيداع الوطائق بوكالات بريد بنك وبرد كاش على أن يتم إشعار المرتفق برسالة نصية قصيرة بجاهزية الوثيقة لتسلمها هناك فرصة جديدة ومزيانة أخص المعاناة تنعاني بها يومياً هنا لاحق شخصك تأخذ نهار طويل خاص لكي تصيب الأوراق متاعك سنة واحد الوقت كبير تقدر تأدي نفس المهمة وتربح الوقت وزيادة على ذلك أنه يوصلك اس ام اس في التليفون لذلك شيء حاجة هذه بادرة طيبة وكنتشجعه بحالة شهادة في الإطار تقريب الإدارة من المواطع وقد انطلقت هذه الخدمة الجديدة بإحدى عشر وكالة لبريد بنك وبريد كاش بطنجة وأصيلة وفي الدار البيضاء بإثنتين وعشرين وكالة فيما يبلغ عدد الوكالات على المستوى الوطني ثمانمائة وكالة ستؤدي خدمات ستة وسبعين مركزا لتسجيل السيارات ترجمة نانسي قنقر